قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم أزمة جديدة في صفوف منتخب المغرب بين الكعبي ومدربه وليد رقراقي الحكومة الجزائرية تستغل وتواجد موتسي بي للضغط عليه لمنح الكان للجزائر على حساب المغرب والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيم الفيديو وتتارك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد أخبار أزمة جديدة في صفوف منتخب المغرب بين الكعبي ومدربه وليد رقراقي عبر أيوب الكعبي الدولي والمغربية المحترف بالدور التوركي عن السياه من عدم الاعتماد عليه من قبل وليد رقراقي في المباراتين الوديتين أمام كل من التشيل والباراقوايا أؤكدت مصادر قريبة من المنتخب المغربي أن رشيد بن محمود المدرب المساعد للرقراقي حاول تهدئة أيوب الكعبي للحفاظ على معنويته مصفعتا مؤكدا أن عدم الاعتماد عليها لا يعني أن وليد رقراقي غير مهتم بخدمتها ومنح رقراقي الفرصة في خطي الهجوم في المواجهة الوديتين لكل من يصفانسير وليد شديرا ورايان ماي بينما بقي الكعبي خارج اهتمامة مدرب المنتخب الوطني واستغرب الدولي المغربية لمنح الفرصة لرايان ماي باللعب في المواجهات الثانية مباراة كاملة في الوقت الذي كان بإمكان الرقراقي منحه بعض الدقائق للمشاركة في المواجهة واكتفى الرقراقي بالسداء عدد من اللاعبين دون منحهم فرصة المشاركة في المباراة الوديتين مثل بادربانون وجواد الياميق والصفين رحم ويحي عطية الله ومونير الحداد والسامي ماي الحكومة الجزائرية تستغل تواجد موتسيبي للضغط عليه لمنح الكان للجزائر يبدو أن حرب الكواليس الخاصة بتنظيم نهائية كأس أمم أفريقي لسنة 2025 انطلقت مبكرا هذه المرة وقبل أن يعلن الكاف بشكل رسمي عن سعبه شرف التنظيم من دولة غينيا بسبب عدم جاهزيتها وذلك بعدما عمدت الحكومة الجزائرية على استغلال تواجد رئيس الكونفيدرالي الأفريقي لكرة القدم الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي بدولة الجزائر على شرف حضوره مراسم إجراء قرعة كأس أفريقي للمحليين المقامة بالجزائر شهر يناير القادم لإقناعه بمنح الجزائر شرف تنظيم الكان ولو حتى قبل الإعلان عن فتح باب الترشيحات ويحاول مسؤولون من الحكومة الجزائرية الضغط على الكاف ومحاولة إقناعها بتنظيم كأس أمم إفريقيا بالجزائر وذلك مباشرة بعدما تصرب خبر سحب التنظيم من غينيا علما أن الرئيس الجزائري عبد الماجي تابون كان قد استقبل متسبي شهر يوليوز الماضي بقصره الرئاسي وتباحت معا حول إمكانية منح الجزائر شرف تنظيم الكان ومن جهة أخرى تعتزم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تقديم ملف الترشيحي لاحتضان نهائية كأس أمم إفريقيا 2025 وذلك مباشرة بعدما تتواصل بالترخيص الرسمي من طرف حكومة عزيز أخ النوش كون الملف الترشيحي لا يتم قبوله إلا في حال وجود موافقة من طرف الحكومة المحلية لكل بلد